موسيقى أمام مرأة القوات الأمنية أتباعوا التيار الصدري يقتحمون قناة الرابعة ويدمرون أجهزتها ويرويعون منتصبها بعد تقريب القناة الصدريون يحاسرون منزل غزوان جاسم وأحد أتباعهم يتطاول على عرض موظفي القناة ومطالبة للصدر بالتبرئ منه إدانة محلية وعالمية لاقتحام قناة الرابعة وهاشتاج ترجع أقوى يتصدر ترند العراق أهلا بكم في جولة إخبارية لقناة الرابعة نؤمن بقدسية الخبر نؤمن بالصوت الحر العراقي نؤمن بأن الفكر ثري وسلطة الشعب واحدة ولكن بعد هجمات وتخريب لا طائلة له ولا رادعة حتى من القوات الأمنية التي من المفترض أن تكون مكلفة بحماية الممتلكات العامة والخاصة لأن يقول قائدهم نحن لسنا كذلك ستعود الرابعة كما هي والمنهج لن يختلف فقد اعتادت على الطرح الموضوعي والمهني والمجرد من المجاملات على حساب العراق والعراقيين السلامة لقناة الرابعة الغراء السلامة لمتسبي قناة الرابعة مشاهدين الكرام نعرض على حضراتكم الآن لقطات من الخراب والتدمير والاقتحام الذي تعرضت له قناة الرابعة على يد أتباع زعيم التيار الصدرية سيد مقتدى الصدر وكان ذلك بالتأكيد مساء الثلاثاء أي مساء أمسي وكان السلامة أمسي وكانت تعالى وقوى وقوى وقتداء 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 اشتركوا في القناة 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 صفحته الخاصة على تويتر وصفحة المكتب الخاص وصفحة وزير القائد ومصلح محمد العراقي ومبينا ان كلما عداه لا يمثل التيار كصفحة رسمية بل هي تعبر عن توجهاتها الخاصة والشخصية او صفحات قال عنها انها مضرة ومحرضة على العنف والفتنة من غير ذكر ما فعله اتباعه لممتلكات قناة الرابعة وتعرض الرابعة مجموعة من الصور للقنوات والمنصات التابعة للتيارة الصدرية التي حرضت الصدريين على اقتحام القناة وتدمير ممتلكاتها والتي من المفترض انها القنوات التي تدعو للتحريض والعنف والفتنة كما يقول زعيم الطيارة الصدري مقتدى الصدر بتغريدة من يعرف بوزير القائد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بالتأكيد مشاهدين الكرام مشاهدين قناة الرابعة ومتابعي قناة الرابعة الغراء نعرف تفاصيل اكثر عن الحرية الصحفية وتعرضت له قناة الرابعة تحديدا والمواقف ازاء ذلك مع ضيف رئيس مرصد الحريات الصحفية سيد هادي جلو مرعي بداية ارحب بحضرتك سيد هادي واشكرك على قبولك الدعوة شكرا جزيلا حياك الله شكرا بداية نود ان نعرف من حضرتك كرئيس للحريات الصحفية وما الى ذلك الموقف تجاه التخريب والاقتحام الذي تعرضت له قناة الرابعة وعدم استخدام الصفات القانونية ازاء المسائل نعم شكرا جزيلا شكرا لك هذه ليست في المرة الاولى في الواقع نحن رصدنا منذ عام 2003 العديد من حالات التجاوز على المؤسسات الاعلامية واقتحام هذه المؤسسات سواء كانت صحف او مجلات او اذاعات او حتى قنوات صضائية وكالات انباء وفي بعض الاحيان كانت مجلات تمنع من دخول البرنامان لانها مثلا ذكرت شيء عن البرنامان او ان صحيفة كصحيفة الاتحاد التابعة للاتحاد الوطن الكردستاني تحدثت عن شخصية دينية في وقته او في وقتها وكذلك ما تعرضت له قناة دجلة ما تعرضت له ام بي سي عراق ما تعرضت له قنوات صضائية عديدة عديدة بالتالي الثابت لدينا في مرصد العراق للحرية الصحة فيها هو عدم القفول بمثل هذه السلوكيات مهما كانت ومهما كانت طبيعة تالي لم تأتي من طرف واحد او جهة بعيني هي الصحة ما تحدث في السلوك الجمع العراقي الاعتبارات متبطة بالانتماءات الدينية بالانتماءات العقادية بالاذكار بالسياسات وبالتالي المعول عليه في مثل هذه الحالات هو اللجوء للقضاء ورفع دعوة قضائية وربما لو كان الذين اقتحموا قناة الرابعة بالامس قاموا برفع دعوة قضائية ضد قناة الرابعة لكان افضل لهم اعتبارات مرتبطة بطبيعة الوضع المحلي والدولي بالتأكيد والظروف الموضوعية التي تحت بمثل هذه التغطيات الصحة فيها باعتبار ان ما قام به الذين يخالف القانون والقانون والقضاء سيقوم بدوره في هذا الاتجاه ويمكن ان يفرض غرامات مالية او يستدعي القائمين على القناة لكن ان يتم الاقتحام فاعتقد انه تحول من حالة مطالبة بحقوق الى حالة ان الحق خرجة من الذين اختحموا القناة الى القناة ذاتها الان اطلحت هي القناة هي صاحبة الحق باعتبار انها تحضلت الى هجوم من قبل محتجين وكان الحقوق الصحفية التي لدينا الان سيد هادي ما هي ابرز ما يمكن ان تقوم به قناة الرابعة بحقها الان الصحفي وحقها ازاء هذه الاعمال التخريبية التي حدثت لها نعم نعم في مثل هذه الظروف طبعا واضح تماما ان هناك اعتداء يعني قانونيا هناك اعتداء وهناك اختحام للمكان هناك تكسير المعدات الصحفية والاجهزة التي تستخدم في البث والتصوير والتسجيل والبث المباشر وهذا يتم طبعا حصرهم من قبل الاجهزة الرسمية الامنية وايضا في حال تم رفع دعوة قضائية من قبل ادارة القناة سيتم حصر الاضرار ورفع دعوة على جهة بعينها يعني لا نعرف من هي الجهة التي يمكن ان يتم الشكوى عليها لانه لا توجد جهة رسمية راعية لهذا الاختحام هناك مجموعة اشخاص غاضبين وقاموا باقتحام القناة وبالتالي على ادارة القناة ان تحدد من هي الجهة التي ترعى هذا الاختحام او هل هي حددت اسماء اشخاص معينين لكي تقوم برفع دعوة قضائية عليهم طبعا هذا الموضوع تحسنه ادارة القناة لا نحسنه نحن او القضاء ادارة القناة الان مطلوب منها ان تحدد من هي الجهة او من هم الاشخاص وبالتالي يتم رفع دعوة قضائية وحصر الاضرار وتقوم جهة القضائية بتحديد الخسائر والاضرار وحجم التعويض الماضي الذي يمكن ان يدفع للقناة بتاكيد سيد هادي بسؤال اخير ربما اود ان اسأل حضرتك به يعني لكونك بهذا الشأن الحرية الصحفية والاعلامية اتساءل هنا ما المتوجب بارشاد ونصح من حضرتك ما المتوجب على جميع الجهات سواء كانت رسمية ام غير رسمية وحتى المواطنين ان ما المتوجب عليهم دون استثناء ان يتعاملوا بوعي مع القنوات الاعلامية وايضا بمستوى عال من الوعي طبعا انا بالمناسبة احاول ان نستثمر هذا المشاركة معكم من خلال الرابعة ووجه رسالة للمواطنين والجهات السياسية ولكل القوى الفاعلة في الساحة العراقية وإلى الاعلامين ووسائل الاعلام والصحفين والمراسلين ومقدمين البرامج والمذيعين والادارات الاعلامية في الفضايات والصحف ووكارات الانباء والإذاعات وكل ما يمكن ان يطلق عليه وسط اعلام بان يتوخل حذر باعتبار ان البيئة العراقية بيئة مضطربة سياسيا واجتماعيا وقتصاديا وعقائديا وعشائريا وهي بيئة تؤمن بالرمزية العالية تؤمن بالقدسية للمسميات والاشخاص والأوصاف ولذلك وايضا طبعا ما قد يلتبادر للذهم في مثل هذه الظروف وطبيعة الأوضاع السادة في العراق والتي تلقي بمسؤولية عالية على وسائل الإعلام وعلى المواطنين وعلى الجهاز الضائلة لأننا نبحث عن التهديئة نبحث عن ظروف اكثر ايجابية للذهاب بعيدا في موضوع انشاء نظام سياسي متوازن ومستقر يلبي خدمات وحاجات الشعب العراقي لذلك لا بد من الحذر والهدوء في مثل هذه المواقف وعدم التسرع وعدم القيام بأفعال قد تتحول إلى أفعال غير قانونية وهذه رسالة إلى المواطنين العراقيين وعلى القوى الفاعلة في الدولة العراقية بيأتكون أكثر حذرا في مثل هذه الظروف وهدوء وأيضا إلى وسائل الإعلام بأن ترعى طبيعة التقافة العراقية السائدة والرمزية العالية لدى مسميات أوصائف وشخصيات إذن هي المسؤولية مشتركة بين وسائل الإعلام بالواقع وبين القوى الفاعلة والمواطنين لا أحد يتنصل من المسؤولية المسؤولية تقع على عتق الجميع وليس على جهة بعينها طيب سيد هادي ربما يعني هذا يعتبر استنكار أيضا لما حدث لكون نقابة الصحفيين لم تستنكر هذه الحادثة لا نقابة الصحفيين العراقين تتواصل مع أكثر من طرف الآن باعتبار أن السيد نقيو الصحفيين مؤيد النامي مسافر لحضور اجتماعات اتحاد الصحفيين العرب في أحد الدول العربية والمجلس النقابة سيعقد اجتماع يوم الخميس المقبل ساعة الثانية ظهرا لمناقشة الموضوع لأن الموضوع أكبر من إصدار بيان في الواقع هناك إجراءات ستتخذ سيتم التواصل مع بعض الجهات الفائلة وأيضا سيتم التواصل مع إدارة القناة وكذلك الجهات القضائية لتحديد الأولويات وكيف يتم معالجة مثل هذا الموقف لأن هذه الظروف المعقدة والشائكة في الحالة العراقية تستدعي الهدوء والتروي قد لأصدار بيانات أو مواقف قد لا تكون ملائمة لطبيعة الوضع الساعة في الدولة العراقية نعم إذن سيد هادي جلو مرعي رئيس مسجد الحريات الصحفية أشكرك جزيل الشكر لانضمامك إلينا ولهذه الأطرحات شكرا لحضرتك هذا وتستغرب قناة الرابعة صبت ممثلة الأمم المتحدة بالعراق جينين بلاسكارت ونقابة الصحفيين العراقيين على اعتداء الصدريين على مقرها على الرغم من أن هذا الأمر قد لاقى استهجانا على المستويين الشعبي والسياسي وتوالت ردود الأفعال الرافضة لها وبتصريح مستغرب أمام مقر قناة الرابعة وبهتك الأعراض الواضح أحد أتباع التيار الصدري المعروف باسم الشيخ صفاء البغدادي يصف قناة الرابعة بأنها قناة عهر وأن العاملين فيها هم أرض للمجتمع العراقي ندعوكم مع هذا المقطع المصور للشيخ صفاء البغدادي ومن هنا ندعو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتبرع للتبرع منه تبرع من هذه النماذج ونحن 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 مقتدى 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 يا الله يا محمد يا علي يا مهد ونصرنا هذه القناة قناة عهر الحقيقة والعاملين فيها يعني أرض المجتمع اللي موجود بالنسبة هذه القناة قناة عهر والتي تأتي بأناس هكذا الأخلاق منحطة ماذا تتجي منعته ماكو ارتجاء منعته هذا هذا واحد تانيا يقولون احنا الساعة بالتسعة بالليل لو نحتذر لو ما نحتذر اه 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 اشتغلهم اذا ما تحتذرون فاتتوا بخسراني دنيا واخرة احنا بالنسبة انه باقي. ما عد نشتوى نسر. حاجت امر القوة عميد فاضل قلت له مولانا ادخل عليهم خلي يقدموني الاحتذار. والناس هاي الدولة ليش شنه ديني بيه? تخلي هنا واكفين. قال روحوا انتم قلت احنا ما نروح لانباتنا يوم يومين اثلاثة ما عدنا كل شكال. كل شكال ما عد. ما عد نسر. احنا بالنسبة ان مطالبنا معروفة. يقدمون احتذار اهل المسر. ما يقدمون احتذار احنا ضالين على سيد مقتضى الصدر زعيمة تيار الصدري هاي عقل ان ينتمي اليك هؤلاء? هاي عقل ان ينتمي اليك هذا النموذج? لا اعتقد ذلك ولا يعتقد من يتبعك باخلاقه. لذا نأمل منك ان تتبرأ فعليا من هذا النموذج ومن هذه النماذج للحد من هذه الاخلاق الغير اخلاقية. هذا واصدرت جمعية الدفاع عن الصحافة بيانا عن حادثة اقتحام مبنى قناة الرابعة من قبل انصار التيار الصدري مبدية استغرابها من عجز الحكومة حماية هذا الحق الدستوري. وقالت الجمعية ان سيطرة الاحزاب السلطوية والمجموعات المسلحة على الفضاء والمساحات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والاعلام والنشر بكل اشكاله يمثل جزءا من مشكلة قمع حرية العمل الصحفي في العراق. ومنهجا مقصودا لتغييب الصحافة المستقلة وخنقها. ومحاربة جميع الصحفيين الاحرار ممن واجهوا اقسى انواع التهديد والملاحقة والاغتيالات من قبل المسلحين بهدف حماية حالة ابقاء سيطرة تلك الاحزاب السلطوية على هذا الفضاء. عد رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي لاعتداء على مؤسسة الرابعة وتهديد العاملين بها بانه اعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة. وقال الكاظمي في تغريدة ان ما حصل من اعتداء على القناة وتهديد ارواح العاملين بها هو فعل مستهجا ويمثل اعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة. ولا يندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية. واضاف انه وجه بمحاسبة الفاعلين وتجديد الحماية على المؤسسات الصحفية. استنكر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم ما تعرضت له قناة الرابعة من تخريب جراء اقتحامها من قبل انصار التيار الصدري. وقال الحكيم في اتصال هاتفي مع مدير عام قناة الرابعة السيد غزوان جاسم انه يستنكر ما جرى لقناة الرابعة نتيجة اقتحامها من قبل بعض المحتجين. مؤكدا تضامونه مع قناة الرابعة والعاملين فيها. قناة الرابعة قناة الرابعة قناة الرابعة والتدمير تصدر هاشتاج الرابعة ترجع اقوى منصة تويتر في العراق بعد ان تعرضت الاقتحام من قبل انصار التيار الصدري. وقد لاقى هذا الامر استهجانا على المستويين الشعبي والسياسي. وتوالت ردود الافعال الرافضة لهذا الامر. قناة الرابعة جميعك معجد اشتركوا في القناة نذكر بعنوين هذه الجولة الإخبارية من قناة الرابعة أمام مرأة القوات الأمنية أتباع الطيار الصدري يقتحمون قناة الرابعة ويدمرون أجهزتها ويرويعون متصبها بعد تخريب القناة الصدريون يحاصرون منزل غزوان جاسم وأحد أتباعهم يتطول على عرض موظفي القناة ومطالبات للصدر بالتبرؤ منها إدانة محلية وعالمية لاقتحام قناة الرابعة وهاشتاغ ترجع أقوى يتصدر تريند العراق إننا لا ننتهي أبدا نواصل بقوة ونرجع أقوى شكرا لكم